بيجيب حوالي 13 ألف يورو شهريا بالإبضاعة هذه يعني بيضل له حوالي أربعة تلاف يورو ربح عن طريق هذه الإبضاعة سلام ما هو سر النجاح في الأمازون FBE كيف أنت تنجح بالأمازون FBE؟ السؤال الأول كيف يستطيعون الناس أن يجدوا بضاعتك على الأمازون الناس التي تلاكيك إذا أنت الناس بتلاكيك على الأمازون سوف تنجح إذا الناس ما بتلاكيكش فأنت لا تنجح يعني الناس لازم تلاكيك الإلتقاء يعني يشوفوك على الأمازون إذا هم بيجروا الابضاعة تاعتك النتيجة ناجح الزلمة في بيع المرجحة هذه وأنا بدي أفهمك ليش هو هذا الإنسان ناجح أول إشي عندك التائتل هذا فيه كمان كثير كي ورد يعني كيف مندور على الكي ورد اللي منعرف المهمة إذا كلنا مناش ندفع مصاري فيه إمكانية ندفع نعرف عن طريق الإيزن إذا أخذنا الإيزن مثلا الإيزن هي الـ Item Number يعني رقم الـ Item يعني رقم البطاعة هاي الإيزن هذه زي ما حكيت لك أنا بالفيديو الآخر هي عن طريقة تطبيق عن الـ Item عن طريقة حسابية بطلع الآزن نمبر هذا الرقم الآزن اللي بيستعمل على الأمازون فيه إشي طول اسمه zonar-tool.com بتقدر تروح عليه وفبتقدر تحط الإيزن فبتحط هنا أمريكا أنت بتقدر تحط أي بلده موجود وبتكون pink سوى شو بصير فيه بفرجك الـ Keywords كل الـ Keywords المهمات اللي أنت لازم تستعملها خلال الـ Description إذا بدك تقدر تعمل لها Download Download Start بالألمانية هذه الصفحة بتقدر تغيرها بالإنجليزية فبتقدر تسوى داونلود وتفتح الدتاي هذه تشوف شو بحط لك كل الـ Keywords اللي أنت بتقدر تستخدمها في هذه الـ Description تاعتك فيه إمكانيين كمان عن طريق الـ Helium 10 بس هذول الكلمات اللي بتستعملها انت في الـ Description وكتبتك تعرف أهم كلمات موجودة بالـ Title عندك هذول الكلمات هذولها بفرجيك شايف هذا العداد وكان بفرجيني انه Tree Swing بدوروا الناس عليها كثير 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 يعني لازم أنا استعمل Tree Swing أحطها هنا في الـ Title انه الناس تلكيها وبعدين بحط كمان Keywords هون بوصف كل بضاعة بوصفها بالظبط كيف هي راح تكون شو حجمها وبتقدر انت تسأل حالك ثلاث أسئلة شو الزنمة وشو أول مرأة شو الإنسان اللي بده يشتري لبضاعة تاعتي شو المهم بالنسبة له المهم بالنسبة له مثلا شو طول الخيط شو طول الحبل كميش حجمها بسع الولد عليها كميش الثكل هذول مهمات انه تكتبهم هنا في الـ Description لانه في كثير ناس بيشتروا بالموبايل لازم تكون الـ Description هذه بحطها عالي وكمان الصور الصور مهمة جدا يعني 80% الصور لانه مثلا اذا بسعلك انت سؤال وين انت شريت آخر مرة كندرة اذا شريت أونلاين كندرة عمرك ما بتطلع الـ Description اذا بتطلع الصور وهنا انت لازم تفرجي ناس بتضحك هذا كثير مهم يعني لازم نتفرج على تعين التأمين او تعين الترخيص والتأمين دائما بحطولك ناس بضحك وليش بحطولك ناس بضحك ولانه الناس بضحك وبعطوك شعور ايجابي عشان انت تشتري وهذا بفرجيك الشط البحر هذا كله فوتوشوب يعني هو شريهن الصور وحط فوتوشوب عليهم بس عملهن مزبوط كمان عامل هون Description اذا حفظت انت الـ Brand يعني هو حفظ اسم Pillar اذا كنت تحفظ اسم بوتروس مثلا وتسوي اسم Brand اسمك انت علي 24 او مش عارف ايش بتقدر تحفظه وبتسوي الـ Description زي هذي عن طريق انت كيف تحفظ Brand Brand بترش تحفظه هيك بدون كل ما يكون له مقارنة يعني مع Brand ثاني يعني لازم تلك اسم مش محفوظ او مش مشابه لاسم ثاني هذا بشرح لك في فيديوهات اخرى كيف انت بتسلاكي الاسم للحماية وكيف بتحمل الاسم عشان يمشي معك وتقدر تسجله بالامازون في هذا الفيديو والسؤال كيف سر نجاح هذا الزلمة هم هذول الـ Staris الـ Reviews هو الـ الـ مش كتاري هذول في الـ Category لانه نحن نشوف كيف نجاحه ونستعمل الـ X-Ray الـ Helium 10 نشوف كيف يجيب مبعات يجيب حوالي 13000 يورو شهريا يعني بالابضاعة هذه يعني بضل له حوالي نكون 4000 يورو ربح عن طريق هذه الابضاعة إذا هو يعني كل شيء مزبوط عن طريق الـ Amazon وإذا سويت أنت بروداكت بروداكتين إن شاء الله راح تسجين كثير ناجح وانت شايف السعر عالي يعني السعر مش قليل الابضاعة على الـ Amazon لازم تكون الـ QA تعتها منيح وتكون تماما وهو شوف بلش بـ 49 غلى سعره الحين على 52 فهذه الإمكانية اللي أنت تحطها في الابضاعة وهنا كمان نفس الإشي بتحط كمان أطفال يعني إذا أنت عندك بنات بدأك بتشوف بنات أو أطفال ومحاط كمان البنت كمان مثلا مع واحدة مع صاحبها ومع رفيقها ومع جوزها فكتير مهم إنه تحط انت كثير يعني ناس يعني مختلفة يعني عندك أنت طفل عندك الانسة عندك المرأة عندك الجوز كل الناس مبسوطين فعشان هيك حط العيلة كمان هون مبسوطين وفهم كل شي تمام وكمان إشي مهاكات ويزي تو انستول يعني إزي تو انستول يعني إزي تو انستول يعني إزي تو مايك انستول شوية يعني كثير سهل إنه تركبها وهذا هو الحلو بالبرودكت هذا عشان هيك بجيب مبيعات بالعكل وهيك أنت يعني هو مش مهم تكون أنت التبسلر العالي يعني هو موحله الحين هي موحل 36 وبجيب 13 ألف عن طريق هذه الطريقة يعني إذا بدك تكون ناجح أعمل تايتل كله تمام عمل هنا كيوات ما تحط لهنش دابلت يعني بأس مرة واحدة تستعمل الكيوات لازم تحط مواصفات حلوة لهذا وفي ناس بيساعدوك في الكتبات أنا راح عمل لك فيديوهات زيادة كيف ناس بيساولك موصف احترافي إذا عندك أنت نفس البرودكت تقدر تقديم تسكريبشن شوية منه وتغيرها شوية فيه إمكانية يعني ليس مشكلة لكن الصور وعد تسركها السرك الصور بخوفة كثير لأنه راح يصير عندك مشكلة مثلا عندها بألوانية بصير عندك مشاكل إذا بتسرك صور بودو لك وراك من محامي بقدروا يقاضوك أو عن طريق بكتبوا للأمازون رسالة مثلا أنه تسارك الصور للأمازون بتحذف لبضاعة تاعتك عن الأونلاين عشان هالشغلة هذي ما تعملهاش وإذا انت حبت تفرج على الفيديوهات الثانية تفرج عليها وإن شاء الله عجبك هالشغلة اللي أنا بأحملك هي تفرج على الفيديوهات الأخرى وأنا حطل لك فيديوهات كثير على اليوتيوب وراح أسوي لك تدريب كامل كيف أنت تصير ناجح على الأمازون وراح أعمل أنا كمان كورس مدفوع ليش راح أعمل كورس مدفوع لأنه أنا راح أسحط طاقة كبيرة حط طاقة عالية عن الهدف كيف أنت تكون صير كثير كثير ناجح يعني وهذا الكورس مش لكل واحد عشان تعرف أنت أنا بدي ناس اللي مصبوط تبلشوا بشغلهم وبدهم يسوي يعني طوب سالر يصيروا عاليين في البيع أتعامهم عشان يصيروا أحسن طوب سالر وهذه معلومات أنا عايش منها أتمنى لك تفهم أن هذه المعلومات بكترش أحطها أنا ببلاش لأنه إذا حطيتها ببلاش بكونش إلها معنا وإذا عجبك الموضوع ادخل أنت على التدريب وتفرج أن أشرح لك كثير معلومات ومع السلامة